اعزائي طلبة وطالبات اولى سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اهم تكات اسئلة القواعد على منهج الترم الاول منهج الترم الاول عبارة عن وحدتين هما انوتي ا وانوتي دو انوتي ا عنوانها يعني شلة الفصل بتاعي وانوتي دو عنوانها يعني مجموعة الفنانين او شلة الفنانين هنبتدي باسئلة الوحدة الاولى اختاري الاجابة الصحيحة السؤال الاول اصدقاء المدرسة يستمعون الى المدرس عايزين نحط مكان النقط يكون متصرف مع ايل لان الفاعل هو لازمي وده جمع غائب يبقى نميرو بي السؤال التاني نقط انت اسمك ايه؟ عايزين نحط مكان النقط ضمير توكيد ضمير التوكيد من تيو نميرو ا السؤال التالت لا فامي ده تم ايه نقط؟ عائلة تم تكون ايه؟ هنحط مكان النقط صفة لكلمة لا فامي الفاعل هنا هو كلمة لا فامي نخلي بالنا كويس لما بيكون عندنا اسمين بيفصل ما بينهم دو بيكون الفاعل عندي هو الاسم الاول هنا لا فامي ده اسمه مفرد مؤنس يبقى هنختار صفة مفرد مؤنس يبقى نميرو بي السؤال نميرو كاتر اربعة ما هي مميزات نانسي؟ الاسم اللي انا بسأل عنه هنا هو يعني مميزات والاسم ده جمع مؤنس يبقى هنختار كل جمع مؤنس يبقى نميرو ا السؤال نميرو سانك خمسة جوليا اي نقط اي مون لو باسكيت جوليان ومين بيحبوا كرة السلة؟ الفعل اللي عندي هو يعني يحب ده متصرف مع نو يعني نحن يبقى المفروض ما كان النقط انا يبقى جوليان وانا بنحب الباسكيت طبعا نخلي بالنا ان احنا هنا مش هنختار جو ولكن هنختار موا ضمائر التوكيد بتيجي معطوفة على الاسماء يبقى جوليا اي موا اي مون لو باسكيت السؤال نميرو سيس نو نقاط دي كوبان دو كلاس نحن نكون رفقاء فصل عايزين نحط ما كان النقاط فيغ بأطر يكون متصرف مع نو يبقى الاجابة هي نميرو سي سوم السؤال نميرو ست سبعة نقاط إيلي إيلي سوسيابل عندي سؤال والاجابة بتاعته هو يكون اجتماعي يبقى معنى كده ان انا بسأل عن سمة شخصية يبقى هنستخدم كلمة الاستفهام كومو كومو إيلي يعني كيف يكون هو السؤال نميرو ويت تمانية ميسيو يا ميسيو حضرتك عندك كم سنة عايزين نحط ما كان النقاط فيغ بأفو يكون متصرف مع و يبقى الاجابة هي نميرو سي استؤال نميرو نف تسعة نقاط إي طنو ما هو اسمك عايزين نحط ما كان النقاط كلمة استفهام كلمة الاستفهام المناسبة هنا هي كال نميرو سي كالي طنو يعني ما يكون اسمك طبعا كومو بنستخدمها في السؤال عن الاسم برضو ولكن مع فيغ بسابولي بنقول كومون تي طبال ما اسمك وكي يعني من وهي بتسأل عن عاقل وقو يعني اين بتسأل عن المكان السؤال نميرو ديس عشرة أنا لا أحب اللون البني عايزين نحط ما كان النقاط أداة تعريف كلمة مارون هنا مش صفة لون لكن ده اسم اللون نفسه اللون البني نفسه يعني ده اسم وأسماء الألوان كلها بتكون مفرد مذكر يبقى هنختار أداة التعريف السؤال نميرو أ السؤال نميرو 11 هو وده فعل زو ضميرين يعني بيجي معاه ضمير انعكاسي وهو هنا متصرف مع يبقى الضمير الانعكاسي اللي احنا هنختاره هو نميرو أ السؤال نميرو ديس 12 نقاط سابل هما اسمهم عايزين نحط مكان النقاط ضمير فاعل هنا متصرف مع جمع الغائب يعني إيل أو إيل والفاعل اللي عندي هما جرون وبيير دول أسماء أولاد يعني جمع مذكر يبقى هنختار إيل نميرو دي السؤال نميرو تخاز 13 نقاط س نبيل من طرق تقديم النفس إن احنا بنستخدم التعبير س زائد اسم يعني لما بكون بقدم نفسي بقول س فلان يعني أنا أكون فلان يعني المفروض هنا اللي بيتكلم هو نبيل يعني هيقول مو نميرو أ السؤال نميرو 14 ساتين نقاط كاماغاد عايزين نحط مكان النقاط صفة لكلمة كاماغاد كاماغاد يعني زميل وده ينفع اسم مذكر أو مؤنس يعني زميل أو زميلة علشان نختار الصفة صح هنبص على أداة النقرة أداة النقرة اللي عندي هي أين يعني ده مفرد مؤنس يبقى هنختار صفة مفرد مؤنس يبقى هنختار نميرو سي نوفيل جديدة يبقى ساتين نوفيل كاماغادون كلاس إنها تكون زميلة جديدة في الفصل بعد كده بقى هنشوف أسئلة الوحدة التانية اختار الإجابة الصحيحة السؤال الأول التلاميذ لديهم شونة إيه؟ عايزين نحط مكان النقاط صفة لكلمة سك سك ده اسم جامعة مذكر يبقى هنختار صفة جامعة مذكر يبقى نميرو دي كولوري ملون السؤال التاني نحن نكون اجتماعيون عايزين نحط مكان النقاط فاعل معناه نحن علشان عندي فيغ بأطخ متصرف مع نو يبقى الإجابة المناسبة في الاختيارات اللي عندنا هي نميرو آ علي إمو آ يعني علي وأنا السؤال التالت المكتات أو النمازج تكون إيه؟ عايزين نحط مكان النقاط صفة لكلمة لي مكت لي مكت ده اسم جامعة مؤنس ولكن الاختيارات اللي عندنا مفيش فيها صفة جامعة مؤنس ولكن نخلي بالنا من كلمة سوباغ سوباغ يعني رائع ودي بتنفع للمؤنس وللمذكر وللجامعة وللمفرد شكلها سابت ما بيتغيرش يبقى الإجابة هي سوباغ السؤال الرابع في حجرتي يوجد مكتب عايزين نحط مكان النقاط أداة نكرة كلمة بغو ده اسم مفرد مذكر يبقى هنختار أداة النكرة نمغو A السؤال نمغو 5 خمسة لا يوجد أقلام رصاص في مألمتي كلمة كخيون ده اسم جامع يعني المفروض هنستخدم قبليه أداة النكرة ولكن نخلي بالنا كويس إن الجملة هنا منفية ولما بتكون الجملة منفية لا بنحول أدوات النكرة إلى ده يبقى الإجابة هي نمغو بيه ولكن نخلينا فاكرين إن إحنا في حالة النفي لو كان فعل الجملة هو فيغ بأتغ مش بنحول أدوات النكرة السؤال نمغو سيس ستة نقاط جامل فيلم رومانتيك أنا بحب الأفلام الرومانسية عايزين نحط مكان النقاط ضمير توكيد الفاعل هنا هو جو ضمير التوكيد من جو هو مو نمغو A السؤال نمغو ستة سبعة إنه لا يكون جهاز كمبيوتر الجملة هنا منفية ولكن زي ما احنا قلنا لو فعل الجملة هو فيغ بأتغ يبقى مش بنحول أدوات النكرة أغديناتور ده اسمه مفرد مذكر يبقى هنختار أداة النكرة نمغو بي السؤال نمغو ويت تمانية نقاط بخاسولي شوازي تي أي الأساور ستختار عايزين نحط مكان النقاط كلمة استفهام كل وهي تعتبر صفة استفهام لأن هي بتتبع الاسم اللي هي بتسأل عنه في النوع وفي العدد هي هنا بتسأل عن كلمة بغاسولي وده اسم جمع مذكر يبقى هنختار كل جمع مذكر نمغو السي السؤال نمغو نوف تسعة جي ديك خيون نقاط أنا عندي أقلام رصاص ملونة كلمة كخيون ده اسم جمع مذكر يبقى هنختار صفة جمع مذكر نمغو سي كولو غي السؤال نمغو ديس عشرة سوني با نواتي كال إنها لا تكون مدرسة هنا الجملة برضو منفية ولكن فعل الجملة هو يعني أدوات النقرة مش بتتأثر بالنفي يبقى هنحط مكان النقاط أداة نقرة يقول ده اسمه مفرد مؤنس يبقى هنختار ين نمغو دي السؤال نمغو قونز حداشر لا تخوص أي نقاط المقلمة تكون كلمة تخوص ده اسمه مفرد مؤنس يعني هنختار صفة مفرد مؤنس الاختيارات اللي عندي ما فيش فيها صفة مفرد مؤنس ولكن عندي كلمة ماغون وهي ليها شكل واحد بس يعني ما بتتأثرش بالموصوف سواء كان الموصوف مؤنس أو مذكر جمعة أو مفرد هي بتفضل زي ما هي ماغون يبقى لاتخوص أي ماغون المقلمة تكون بنية السؤال نمغو دوز 12 جادوغ الانترنت أنا بحب الانترنت أي نقط وإنت بعد حرف العطفة هستخدم ضمير توكيد يعني مش هينفع نستخدم تي ولكن هنستخدم توا نمغو سي السؤال نمغو تخاز 13 جو فونو أدكادو أنا بعطيكم هدايا عايزين نحط مكان النقط فيغ بدوني الفاعل اللي عندي هو الجو مش فو فو ده مفعول به أنا أعطيكم يبقى هنختار فيغ بدوني يكون متصرف مع الجو يبقى الإجابة هي نمغو دي دون السؤال نمغو كاتورز 14 سي علي هل هذا علي نقط سي لوي مام إنه هو بنفسه السؤال ده معناه هل والإجابة بالموافقة يبقى هنجاوب بوي نمغو آ ده كان آخر سؤال وأتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة وبرحب بكل أسئلتكم واستفسراتكم في الكومنتات ونتقابل تاني في فيديو جديد مرسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا